مساء الخير ويا رب تكونوا كلكم في احسن صحة وحال كابسولة النهاردة عن هبوط السكر عندي مشكلة مع ناس كتير جدا بتيجي تكشف في العيادة لاي سبب زكام انفلونزا مغس اي حاجة واسألهم في اي امراض مزمنة موجودة يقولك عندنا السكر وعندوك السكر ازاي يقولك ده بيجي لنا ساعات هبوط سكر هبوط السكر مش مرض يا جماعة الارتفاع هو المرض هبوط السكر حالة فارجو ان احنا ما نخلطش ما بين مرض السكر اللي هو ارتفاع السكر وهبوط السكر اللي هو حالة بتؤدي الى حالة من الهلع في البيت كله نتيجة ان الشخص ممكن يجيله اغماء فجأة يحصل عرق غزير جسمك مش قادر يشيلك تقع من طولك خوف فظيع خوف انك هتموت البيت كله بيجيله بانيك نتصل بالاسعاف تيجي الاسعاف تقيس السكر تلاقيه رقم قليل بيختلف من شخص لشخص وهل الشخص ده عنده مرض السكر اللي هو الارتفاع وبياخد علاج قده الى هبوط ولا ناتج عن قلة الاكل في شخص غير مريض بمرض السكر فلازم نفرق كويس جدا ان اللي عنده او بيجيله من حين لاخر هبوط سكر ان دي حالة مش مرض يا جماعة هبوط السكر لأسباب كتير هبوط السكر غالبا بييجي المريض سكر عنده ارتفاع سكر او مرض البول السكري واخد جرعة علاج سواء حبوب او انسولين زايدة او خدها وما كلش وجاله هبوط في السكر وعادة حالة هبوط السكر الاستشعار بتاع الانسان ليها بيختلف من واحد لواحد يعني مرض السكر اللي عنده مرتفاع سكر بيبقوا حسين اول ما بيبدأ هبوط بياخدوا سكر عسل بمبوناية شوكولاتاية اي حاجة فيها سكر على وجه السكر على وجه السرعة وبيتحسنون جدا في اسرع وقت يا اما ناس ما بتكلش ما بتكلش يا اما ناس عندها مشاكل في البنكرياس في زيادة افراز الانسولين ولقدر الله مرض اسمه الانسولينوما او تورم البنكرياس او خلايا بيتة بتاعة البنكرياس فبتدينا انسولين بكتير جدا في بيحرق السكر على طول انما عادة هبوط سكر ده حالة بتحصل لاي شخص سواء مريض سكر او مش مريض سكر في دراسات بتقول ان هبوط السكر المتكرر والرغبة في الاكل بسرعة عشان نحسن الهبوط دي من مؤشرات مرض السكر انه ممكن ييجي مرض السكر اللي هو ارتفاع السكر بعد كده فالنقطة دي مهمة جدا لناس كتير جدا فليلاقي عنده دايما هبوط سكر يبدأ يراجع نفسه اذا كان مريض سكر وبياخد دواء يروح للدكتور عشان يزبط له الجرعات ويقالل الجرعات اللي بتسبب هبوط سواء كانت قبر او حبوط او لو ما كانش عنده سكر يروح للدكتور ويعمله فحصات على البنكرياس وعلى نسبة الانسولين وعلى الجسم كله عشان يعرف السكر بيهبط له يبقى ان انا اقول ان الناس اللي عملت عمليات تكميم او قص معدى او عمليات تصغير المعدة عموما معرضين لهبوط السكر وبييجوا حالات كتير منهم عندهم هبوط سكر نتيجة ان المعدة حجمها صغر فبالتالي امتصاص السكر بيقل وفي نفس الوقت اذا كان الانسولين بيفرز بطريقة شبه طبيعية هيحصل هبوط سكر التحذير من مرض من حالة هبوط السكر ناتج عن انها حالة طرقة لازم تلحق الشخص بسرعة بسكريات او تاخده على المستشفى ويحطه جولوكوز ونحاول بقدر الامكان ما ناخدش جرعة عالية من العلاج بدون عشاء عشان ما يحصلش هبوط سكر اثناء النوم وما نقدرش نلحقه النهاردة كان الهدف التفريق ما بين هبوط السكر وارتفاع السكر والمرض هو الارتفاع واتمنى لكم كلكم الصحة والسعادة واشوفكم دايما على خير سلام عليكم